بسم الله الرحمن الرحيم جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة أقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشى خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنًا وفقرًا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين سترى هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها والبحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا نادد له ولا شبيه ولا ضهير ولا معين ولا شريك له سبحانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجةً على العباد أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام تحدث القرآن عن عدد من الأنبياء وفصل أحوال بعض هؤلاء الأنبياء أكثر مما يفصل أحوال آخرين ممن فصل القرآن حالهم وتكلم عن ولادتهم بل تكلم عن أحوالهم من قبل أن يولدوا هو النبي الذي نتحدث عنه اليوم نبي الله تعالى المسيح بن مريم عيسى عليه السلام فما علاقة المسيح بأمتنا وهل يعتبر هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم أنه قائد لأمة وحده ولماذا اختار الله تعالى عيسى عليه السلام بالذات لينزل في آخر الزمان لماذا لم يختار موسى عليه السلام مثلا أو سليمان أو شعيب أو لوط أو صالح لماذا اختار عيسى عليه السلام بالذات وما معنى قول أم مريم التي هي جدة عيسى عليه السلام ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني وما معنى قول الحواريين هل يستطيع ربك وهل الشك في قدرة الله كفر أم ليست كفرا ما هو الحكم في قولهم هل يستطيع ربك هل هو شك في قدرة الله أم أن الأمر له معاني أخر وماذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى وما علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بالنصارى أصلا وهل قابل نصارى واجتمع معهم وتحدث معهم وهل كان للنبي عليه الصلاة والسلام هدايا إلى النصارى وقبول هدايا منهم أم لا وما هو موقف النصارى اليوم من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لعلنا أن نمر خلال هذه الساعة بإذن الله تعالى على بعض الفوائد المتعلقة بهذا أما عيسى عليه السلام فهو نبي من أنبياء الله تعالى ودعت النصارى فيه أنه إله بحكم أنه ولد من غير أب فلماذا اختار الله تعالى أن يولد عيسى أصلا من غير أب أنواع الخلق ثلاثة منهم من يولد منهم من يوجد أو هي أربعة منهم من يوجد بغير أب وأم كما أوجد الله تعالى آدم عليه السلام ومنهم من يوجد من ذكر دون أنثى كما أوجد الله تعالى حواء فإن الله تعالى خلقها من ضلع آدم ومنهم من يوجد من أم من أنثى دون ذكر كما أوجد الله تعالى عيسى عليه السلام ومنهم من يوجد من ذكر وأنثى كبقية البشر وغالب المخلوقات توجد من اختلاط ما يخرج من الرجل مع الأنثى ولذلك جعل الله تعالى عيسى عليه السلام من أنثى دون ذكر ليبين جل وعلا أنه قادر على جميع أنواع الخلق سبحانه وتعالى ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علاقته بعيسى فقال عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى عليه السلام بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد الإخوة لعلات هم الذين يكونون أبوهم واحد لكن من أمهات مختلفات ثم قال عليه الصلاة والسلام وليس بيني وبين عيسى بن مريم نبي هذا يدلك على قوة علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بعيسى عليه السلام عيسى هو آخر الأنبياء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان قال إلا مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة عليه السلام رضي الله تعالى عنه اقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وذلك أن أم مريم جدت عيسى عليه السلام لما حملت بمريم كانوا في عصرهم يعظمون المسجد أو المعبد يعظمونه ومن شدة التعظيم يأتي بعض الناس ويسخرون أنفسهم للخدمة في هذا المعبد ينظفونه يخدمون المصلين يخدمون العباد هكذا فقط لا يتزوجون ولا يكون لهم أي علاقة بالخارج ولا تجارة ولا غير ذلك إنما فقط عبادة وخدمة للمعبد فمن شدة تعلق أم مريم بالمعبد نذرت لما حملت أن الذي في بطنها أنه يكون خادما في المعبد وهي لم تعلم بأن الذي في بطنها أنثى ظنتها ذكرا فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى أنا ظنيت أنه ذكر يصح أن يوجد في المعبد لوحده ويخدم في المعبد ويختلط بالعباد أنا ظنيت ذكر صار أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنثى قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن ولذلك اختار الله تعالى مريم فلم يمسها الشيطان ولم يمس ولدها الشيطان عيسى عليه السلام عندما ولد وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم متى ينزل عيسى بن مريم؟ لما يخرج الدجال ويخرج الدجال كما في الحديث خلة ما بين الشام والعراق فيخرج الدجال يتبعه من يهود أصبهان أصبهان مدينة في إيران يتبعه من يهود أصبهان أربعون ألفا عليهم الطيالسة والطيلسان يلبسه شيوخ اليهود وهو شيء رداء يوضع فوق الرأس ويسدل على الكتفين فيتبعه هؤلاء الدجال يدعي أنه رب كما تعلم ويهرب المسلمون منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه يظن أنه مؤمن فيتبعه من كثرة ما يرى من الشبهات فالمؤمنون منهم من يقتله الدجال كما في الحديث ومن الناس من يضل عياذا بالله ويتبع الدجال وينفرد مجموعة من المؤمنين في جبل في جبل في فرسطين ينفردون قد فروا بأنفسهم من الدجال فيضيق عليهم العيش يقول عليه الصلاة والسلام حتى إن رأس الثور لأحدهم أحب إليه من مئة دينار لأحدكم اليوم يعني يضيق عليهم العيش ولا يستطيعون أن يجدوا طعاما يتمنى لو رأس الثور يأكل منه فبينما المؤمنون كذلك إذ قال بعضهم لبعض إلى متى ونحن على هذا الحال الدجال يعبث ونحن على هذا الحال لماذا لا نقاتله فيشتريطون للموت يقولون خلاص ننزل للدجال ونموت فيلبسون أسلحتهم ثم يؤذن لصلاة الفجر فإذا أقيمت الصلاة وقعت عليهم ظلمة شديدة يعني كان عندهم ضوء من سراج أو نحوه فتقع عليهم ظلمة شديدة وهم في مكانهم ثم يضيء المكان يعني يظهر بعد ذلك شيء من الضوء وإذا عيسى بن مريم عليه السلام بينهم كما قال عليه الصلاة والسلام فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى صل لنا تعال تقدم صل أنت الإمام يا عيسى فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة الصحيح رواه مسلم فدل هذا على أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان وله اتصال بأمتنا ويقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما مقصطا وإماما عادلا فيكسر الصليبة ويقتل الخنزيرة ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد إذن نحن لنا علاقة بعيسى ولذلك حدثنا الله تعالى عن عيسى عليه السلام قبل أن يولد بل حدثنا عن أمه قبل أن تولد أمه نعرف أحوال عيسى عليه السلام مع اليهود نعرف أخبار أمه نعرف من الذي رب أمه يعني من الذي كفلها في المعبد وقام على شأنها وكيف عملوا القرعة بينهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم نعرف قصصا له مع بني إسرائيل في آيات كثيرة منها قصة مائدة ومنها قصص أخرى لعلنا نقف عليها بإذن الله ولذلك عيسى بن مريم اختاره الله تعالى أن ينزل في آخر الزمان النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده علاقات مع النصارى المقوقس حاكم الإسكندرية كان نصرانيا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هدية وأرسل المقوقس أيضا هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وممن أرسلهم المقوقس مارية القبطية أسلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم ورزق منها بولده إبراهيم عليه السلام وإن كان إبراهيم عليه السلام توفي وهو صغير لكنه رزق النبي عليه الصلاة والسلام منها بولد ورسل النبي صلى الله عليه وسلم هرقل ورسل أنحاء العرب حتى رسل قوم من النصارى في نجران فلما وصل إليهم الكتاب سلم هذا الكتاب إلى الأسقف الأسقف الأكبر عندهم وكانوا سبعون قرية مئة وعشرون ألف مقاتل في ذلك الوادي في قبائل همدان ومن غيرها ووائلهم من غيرها من القبائل فلما وصل الكتاب إلى هذا الأسقف بعث إلى كبار قومه إلى شرحبيل وإلى عبد الله بن شرحبيل إلى مجموعة من قومه وبني وداعه قال تعالوا أستشيركم فكلما استشار أحدا قال له يا أسقف يعني يا بابا هذا لو كان أمراً دنيوياً لأعطيتك رأيي لكن أنت تسألني في أمر شرعي أن تسألني هل نتبع النبي ولما نتبعه أنا ما أدري لكن ما يؤمنك أن يكون هو النبي الذي بشر به موسى وعيسى قال أجلس يا شرحبيل ابن وداعه نادولي شرحبيل عبد الله بن شرحبيل رجل آخر من قبيلة أخرى فجاء فسأله فقال له مثل هذا الكلام قالي أنا رئيس قبيلة تسألني في أمر ديني ما أنا أنا أنت المفتي كيف تسألني أنا اسأل غيري فلا زالوا يترادون ذلك حتى أجمعوا على أن يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاجتمع هؤلاء الرجال الرؤوس والأسقف الأكبر ومعه أخوه ومعهم أربعة وعشرون رجلا وذهبوا حتى وصلوا إلى المدينة فلما وصلوا إلى المدينة هي أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم قابل نصارى أول مرة هي قابل نصارى وجها لوجه فلما أقبلوا نزلوا من على دوابهم ولبسوا الحرير والذهب ثم أقبلوا إلى المسجد فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم قالوا السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم فلما رآهم أعرض عنهم سغربوا قالوا يرسلوا إلينا ويعرضوا عنا فخرجوا وسألوا الصحابة سألوا عثمان وعلي رضي الله عنه وجدوهما في الخارج قالوا الرجل يدعون ثم يعرضوا عنا فقال لهم علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كره لباسكم ما يريدكم يرد السلام وتجلسون معه في المسجد وأنتم بالحرير والذهب والصلبان إنه كره لباسكم ارجعوا فالبسوا لباس سفركم اللبس اللي كنتم لابسين في السفر وتعالوا إليه فلبسوا لباس سفرهم وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلموا عليه ورد عليهم السلام ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مساء من ضمن ذلك قالوا له ما تقول في عيسى قال ما عندي فيه شيء الآن أخبركم غدا فلما كان من الغد قرأ عليهم قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يعني ليش أنتم مكبرين الموضوع وتجعلون عيسى إلها مثل ما خلق الله تعالى آدم من غير ذكر ولا أنثى خلق الله تعالى عيسى عليه السلام من أنثى دون ذكر كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فأبوا أن يقبلوا ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم باهلوني المباهلة أن يأتي الرجل بأهله ويأتي الذي يخالفه الرأي بأهله ثم يقسمون بالله كل واحد يقسم أنه هو على الحق وأنك على الباطل ويجعلون لعنة الله على الكاذبين على الذي يكذب أن اللعنة تنزل عليه فلما تواعد معهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من غد معه أهله عليه الصلاة والسلام بلا عنهم المباهلة فلما حضروا قال بعضهم لبعض ما يؤمنكم أن يكون هذا هو النبي الحقيقي وأنتم تباهلونه وتقسمون بالله العظيم إنك كاذب لا والله لا نفعل فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن لا نباهلك لكن أطلب من ما تريد ففرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الجزية فلما خرجوا من عنده وكان أخو الأسقف غضبان كيف إحنا مئة وعشرون ألف مقاتل ويفر علينا الجزية إيش ما نرجع ونقاتل فلما خرجوا من المدينة يعني بمسافة يسيرة جدا تعثرت ناقة أخي الأسقف اللي زعلان هذا فتعثرت الناقة وكاد أن يسقط فقال تعس فلان سب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أخوه الأسقف لا تفعل بل أنت تعست يعني المسبح عليك قال تسبني وتدفع عنه الآن هذا بيأخذ مننا جزيه وتدفع تدافع عنه فقال له الأسقف لقد تعست يعني سببت نبيا مرسلا قال تؤمن أنه نبي مرسل قال نعم قال فما يمنعك من اتباعه قال يمنعني هؤلاء القوم وأشار إلى رؤساء القبائل طبعا هو يكلم أخاه بشكل منفرد قال يمنعني هؤلاء القوم أكرمون وأطعمون وملكون وشرفون ورفعون جعلوا لنا مقاما فإذا أنا اتبعته صرت رجلا من عامة قومه أنا لو اتبعي صرت رجل عادي وأنا الآن ملك في قومي أنا الأسقف فلو أني اتبعته صرت رجلا عاديا أنا أريد أني أبقى أسقف فقال له أخوه سبحان الله حرصا على ما أنت فيه تأبى اتباع الحق فسكت فلوى أخوه عنق الناقة أمسك خطامها ولواها راجعا وجعل يضربها مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينشد قائلا إليك تعد قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها مخالفا دين النصارى دينها ويكرر ذلك حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام إذن النبي صلى الله عليه وسلم حاور النصارى ولذلك حدثه الله تعالى بآيات كثيرة تتحدث عن عيسى عليه السلام وأخبر صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام ذكر الله تعالى له في القرآن أحداث كثيرة نقف اليوم على حادثة واحدة من هذه الحواد يقول الله جل وعلا ويتحدث عن حال عيسى عليه السلام وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون الحواريون هم الخلص من الأصحاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة لكل نبي حواري وحواري من؟ الزبير رضي الله تعالى يعي رجل مقرب إلي الحواريون هم الذين قال الله تعالى عنهم لما قال عيسى لقومه من أنصاري إلى الله؟ من اللي مستعد يضحي عشان الدين؟ من اللي مستعد يخالف قومه ويتبعني؟ من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون إثنى عشر رجلاً نحن أنصار الله أحنا لنتبعك يا عيسى عليه السلام على ما تريد فسموا بالحواريين يعني الخلص من أصحابه هؤلاء الحواريون هم أحسن أصحاب عيسى عليه السلام ومع ذلك هناك فرق بين أصحاب عيسى الحواريين وبين أصحاب محمد عليه وعلى عيسى أفضل الصلاة والسلام من أصحابه من من الحواريين سواء الزبير أو غيره وسيأتي بعد قليل هذا الفرق الحواريون هؤلاء ماذا طلبوا؟ هم مع عيسى عليه السلام يرون الآيات يرون عيسى عليه السلام يؤتى إليه بالأكمة الذي ولد وهو أعمى فيمسح عيسى عليه السلام على عينيه ويبصر بإذن الله ومع ذلك هذه المعجزة ما أقنعتهم يرون عيسى عليه السلام يبرئ الأبرص وهو من عنده المرض في الجلد البياض فيأتي عيسى عليه السلام وينفث عليه أو يمسح عليه ويشفى بإذن الله ومع ذلك ما أقنعتهم يرون عيسى عليه السلام يأخذ الطين ثم يصنع من الطين كهيئة الطير فيضع له رأسا ويضع يدين يضع له جناحين ويضع رجلين فإذا اكتملت الصورة نفخ فيه وصار طيرا بإذن الله ومع ذلك ما اقتنعوا يرون عيسى عليه السلام قد كفى الله تعالى عنه اليهود في كل موطن يكيدون له ومع ذلك ما مقتنعوا يرون عيسى ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم يعني يأتي إليه الرجل فيقول لعيسى عليه السلام أنت أكلت اليوم خبزا وزيتا وعندك في بيتك زيتون وتين وكذا تدخرها وأنت أكلت اليوم كذا وعندك كذا في بيتك تدخره وأنت أكلت ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم أمر غيبي ومع ذلك ما اقتنعوا طيب إيش اللي يقنعهم بدأوا يتحججون على عيسى كما تحججت بعض الأمم بدأوا يختارون اختيارات مثل ما فعلت أقوام من قبلهم بدأوا يفعلون وإذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء يعني سبحان الله حتى هذا الطلب غريب يعني لو طلبوا أن ينزل الله تعالى مطرا يعم البلد ويجري أنهارهم ويسقيهم أو أن ينزل عليهم يعني شيئا من الجنة يشوقهم إليها تنزل علينا طعاما مائدة من السماء والمائدة هي الطعام المرفوع على خوان الخوان ليس هو الطاولة وإنما الأقصر منها كثيرا الذي تكون جالس على الأرض وهو مرفوع ربما بمقدار شبر هذا يسمونه خوان وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم على الخوان لا بأس بالأكل منه فهم يريدون مائدة يعني ما قالوا حتى طعاما من السماء لا يريدون مائدة والمائدة هي المنصوبة المنصوبة على خوان قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة طيب هل هو شك منهم في قدرة الله قرأ بعضهم هل تستطيع ربك يعني هل تستطيع أن تسأل ربك أن تدعوه وقال بعضهم إن هذا من أدبهم كيف؟ مثل مثلا لما أقول لك مثلا يعني أفرض أن المناديل بجانبك مثلا فأقول لك ما عليك تقدر تعطيني المناديل أنا أدري أنك تقدر أنك تستطيع لكن من الأدب لم أقل لك أعطيني المناديل قلت لك تقدر تستطيع تعطيني المناديل أو مثلا شخص مثلا أمامه الماء وأن تريد أن يمده إليك فتقول تقدر تعطيني الماء كقولك لو سمحت أعطيني الماء فهم قال بعض المفسرين إن هذا من أدبهم لما قالوا هل يستطيع ربك يعني كانهم يقولون يعني ما نريد أن نقول أنزل علينا بالأمر ادعو ربك بالأمر وإنما نجعله عرضا إما يقبل وإما لا يقبل هذا قول لبعض المفسرين وهناك أقوال أخرى المقصود أنهم قالوا لعيسى عليه السلام هذا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين يعني عيب أن تسألوا هذه الأسئلة أنتم إلى الآن ما آمنتم به تروني أنفخ في الطين فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت قيل ينفث على الميت وقيل يمسح عليه ويقوم حيا كل هذا ما استقر به الإيمان في قلوبكم وتريدون الآن مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إذا أنتم مؤمنين اتقوا الله لا تسألوا هذه الأسئلة وها تطلبوا هذه الخوارق فينزل عليكم العذر كما طلب أصحاب صالح عليه السلام لما قالوا يا صالح تريدنا أن نؤمن بك قالوا نعم قالوا أخرج لنا ناقة ما هنتوا شفتوا معجزات يا قومي قالوا لا نبغى معجزة من نحن نختارها نريد ناقة طيب إيش صفاتها الناقة قالوا نريد ناقة حامل حامل في الشهر العاشر واطلعها لنا من هذه الصخرة شوف العتو وطلب الخوارق فعذب الله تعالى قوم صالح لما أخرج لهم الناقة وكذبوا وهدد الله تعالى قوم عيسى عليه السلام بهذا التهديد فعيسى يقول لهم يكفيكم ما جاءكم من معجزات اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فبدأوا يعني يبينون له السبب يتلطفون قالوا نريد أن نأكل منها نحن جائعون يا عيسى فمنها أننا نأكل طعاما حسنا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا أن الله تعالى يستجيب لك لما تدعو ويأتيك الإجابة خلاص يصبح عندنا طمئنان أنك نبي مقرر ولذلك أيضا في عهد عيسى عليه السلام بالمناسبة لم تكن فكرة أن عيسى رب ما كانت موجودة أبدا رأي جماعة فكرة ربوبية المسيح عليه السلام هذه منقولة من أمم سابقة أول من ادعى أن الله له ولد البوذيون ادعوا أن بوذا ابن الإله وذلك سنة 450 قبل الميلاد قبل ميلاد عيسى عليه السلام وقصة ذلك أن أم بوذا دخلت إلى غابة وغابت عن أهلها ثلاثة أيام فلما رجعت قالوا لها أين أنت قالت خلوت بالرب وأنت ما تدري هي خلت بمن قالت خلوت بالرب فسكتوا عنها ثم ظهر عليها حمل فقالوا أنت حامل قالت حملت من الرب فولدت بوذا هذا في عقيدة البوذية وبعد ذلك ادعى اليهود أن عزيرا ابن الله مع أن عزير له أم وأب لكن عزيرا عليه السلام كان يجلس في مصلاه ويأتيه الطعام فيقولون من الذي جاء لك بالطعام فيقول ربي فقالت اليهود لا ينفق على الولد إلا أبوه إذن أنت ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله فالنصارى أصلا في عهد عيسى عليه السلام ما كان في أحد يقول أنت ربنا يا عيسى ما كان في أحد يقول أنت ربنا ولذلك حتى الحواريون هنا يقولون هل يستطيعوا ربك ما قالوا أبوك وقالوا هل تستطيع أن تنزل علينا ما إذا قالوا أنت نبي لكن فيه رب فوقك ولذلك قالوا له نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا أنك نبي مقرب أول ما تدعو يأتيك الإجابة ونعلم أن قد صدقتنا أن تقول لنا أني نبي وأن الله تعالى يستجيب لي واتبعوني حتى تدخلوا الجنة وأن الله جل وعلا يوحي إلي حتى نتأكد من هالموضوع يا عيسى ادعوا بالشيء الذي نطلبه نحن ما تأتينا وتقول تريدون أن أثبت لكم أني نبي فنقول نعم أثبت لنا أنك نبي فتبرئ الأكمة والأبرص أشياء تختارها أنت لا 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 نحن حتى نتأكد أنك نبي نحن نقترح عليك شيئا جديدا ونرى ها تطبقه ألا لا ولذلك قالوا وتطمئن قلوبنا أنك نبي ونعلم أن قد صدقتنا أن تقول لك أنك نبي نشوف أنت صادق ألا لا ونكون عليها من الشاهدين يعني نحن الحواريين وراءنا قوم يكذبون بك يا عيسى نحن سنشهد عندهم أنك رأينا منك معجزة جديدة لم يروا هاهم معجزة تختلف عن معجزاتك وذلك أن معجزات عيسى عليه السلام كلها طبية يعني أو أكثرها يبرئ الأكمة شيء طبي الأبرص شيء طبي يحيي الموتة أيضا هذا نوع من الطب ينفخ في الطير ويكون كذا أيضا هذا فيه حياة والطب يحفظ الحياة بالأدوية فهم يريدون أشياء أخرى ما لها علاقة معجزاتك السابقة قالوا نحن سنشهد لك عند قومنا أنك صادق ونكون عليها من الشاهدين يقول ابن كثير فقام عيسى من بينهم وخلى بربه ولبس مسوحا يعني لبس ثيابا غليظة خشنة وصلى وانكسر بين يدي الله ودعا والعبد كل ما كان أكثر انكسارا لله وخضوعا وتعبدا وذلا صارت الإجابة إليه أقرب كل ما انكسرت أكثر صارت الإجابة إليك أقرب لذلك ذكروا أن الإمامة قبل أكثر من أربعمائة وخمسين سنة محمد بن سعيد قالوا كان إيمان من الأئمة فطلب منه الخليفة أن يخرج يستسقي بالناس يقول يقول فلما أراد أن يخرج للإستسقاء أن يدعو الله تعالى أن يزل عليهم المطر لما أراد أن يخرج أرسل غلامه قال اذهب وتلطف مع الغلمان الحراس عند الخليفة حتى تدخل إليه وتنظر لي على أي حال هو الآن أنا أطلع أستسقي الخليفة اللي أمرني أني أستسقي أخرج الآن وانظر له نائم هو يفطر ماذا يفعل فخرج الغلام وتلطف مع الغلمان حتى جعلوه يدخل على الخليفة فرأى الخليفة ساجدا ويبكي ويقول اللهم لا تعذب خلقك بمعصية خليفتهم يا رب لا تعذبهم بمعصية فرجع الغلام إلى الإمام المنذر بن سعيد الإمام المنذر بن سعيد البلوطي فذهب رجع إليه قال يا إمام إني رأيت الخليفة ساجدا ويبكي ويقول اللهم لا تعذب عبادك بمعصية خليفتهم فقال الله أكبر يا غلام اتبعني وهات الممطرة منطرة المظلة التي للمطر إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء ولذلك أنت وأنت تدعو الله كلما صرت أكثر انكسارا صارت الإجابة إليك أسرع هنا عيسى عليه السلام قام من بين الحواريين ليس وهو واقف بينهم قال اللهم ارزقنا لا عيسى عليه السلام نبي يعلم كيف أتعامل مع ربي يعمل ما هي الطريقة الصحيحة للانكسار واستنزال الرحمة والدعاء ما هو أنا جالس يا ربي كذا أدعو سريعا لا أقوم وأنكسر وأتوضأ وأتوجه إلى القبلة وأبكي بين يديه أنا بطلب طلب عظيم ولذلك فرق بين من يدعوه منكسر ومن يدعوه ولاهي مر أحد السلف على رجل وهو يلعب بالحصى في يده يلعب بالحصى ويقول اللهم زوجين من الحور العين اللهم زوجين من الحور العين فقال هذا الرجل الصالح قال يا رجل إن الحور العين لا تخطب بمثل هذا اللي يخطب الحور العين ويدعو ما يخطبه يلعب بالحصى يقوم يصلي ويتعبد قال إن الحور العين لا تخطب بمثل هذا لقد أعظمت الطلب وأرخصت المهر قم إلى مصلاك وابكي بين يديه وادعوه لذلك حتى الدعاء له هيبته وهيئته وانكساره وذله قام عيسى عليه السلام واسمع كيف يعني ألفاظ الأنبياء وهم يدعون سبحان الله ربنا جل وعنى قادر سبحانه على أن يقول مثلا فدعى عيسى ربه فقال الله كذا وكذا لكن لما الله يذكر لنا الألفاظ التي قالها عيسى بالنص كأن الله يقول تعلموا من الأنبياء أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده شوف مثلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ليش يا ربي أخبرتنا بالتفصيل إيش قال حتى تتعلموا كيف تدعوني حتى لما ترفعوا أيديكم إلي تختارون الألفاظ المناسبة تنكسرون تتعبدون قال ربي إني وهنا العظم مني تحسن مسكين واشتعل الرأس شيبة أنا ضعيف يا ربي بنيدك ولم أكن بدعائك ربي شقية وأنت كريم يا ربي دائما تكرمني دائما تسعدني لا تشقيني بالدعاء دائما تعطيني ولا تمنعني وإني خفت الموالي من ورائي أنا بشر مثل ما الواحد يخاف الناس من بعده أن يعبثوا بي بما يترك يا ربي يا ربي فأرزقني ولدا يكون شوف كيف الدعاء نوح عليه السلام لما دعا كما ذكر الله جل وعلا ذلك فقال سبحانه وتعالى عن نوح في أول سورة القمر نادى ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء شوف هذه الألفاظ الله جل وعلا يريدنا أن ندعو بها اسمع إلى ألفاظ عيسى عليه السلام قال الله تعالى قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ليش تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ما أجملها الألفاظ أليس يا جماعة كان يكفي أن يقول عيسى اللهم أنزل علينا مائدة بس يسكت ليش يفصل مائدة من السماء تكون لنا عيدا يعني يكون يومها يوم مشهود هذا يوم عظيم نزلت فيه مائدة من السماء هذا يوم غير عادي هذا يوم يختلف عن كل أيام الدنيا أن يقول عيسى لقومه أذكر اليوم اللي نزلت فيه مائدة من السماء وأنتم ترونها خوان كذا ينزل عليكم هذا يوم عيد يعني يا ربي هذا اليوم سيكون يوما مذكورا كلما جاء تاريخه نتذكر نعمتك كلما جاء تاريخ نقول حمد لله اللي أنزل علينا السنة الماضية مائدة ثم إذا مضت سنة نقول حمد لله اللي أنزل علينا قبل سنتين مائدة كلما جاء تاريخه يا ربي نفرح به يكون لنا عيدا لأولنا نحن وآخرنا الأجيال التي تأتي من بعدنا وارزقنا ما في أحد غني عن رزقك يا ربي وآية منك وآخرنا وآية منك آية يعني علامة علامة تؤتيني إياها إني صادق يا ربي هؤلاء القوم يعني أبرأت الأكمهة بإذنك وأحييت الموتى بإذنك ونفخت في الطين فصار طيرا بإذنك وإلى الآن يحتاجون يا ربي آيات يا ربي بقيها الآية أعطيهم إياها وآية منك آية يعني علامة على صدقي وآية منك وارزقنا وأنت خير الراسقين هذا فيه أدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى اختيار الألفاظ المناسبة ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في ألفاظ دعائه اختيار الألفاظ نفسها هذا له أثر في إجابة الدعاء يقول شيخ لسام تيميه وغيره يقول ينبغي أن يجعل دعاءه على أربعة مراتب على أربع مراتب المرتب المرتبة الأولى أن يذكر العبد ضعفه يقول يا ربي أنا العبد الضعيف المسكين الفقير بين يديك يا ربي لك الحمد على نعمك اللهم لك الحمد أنت اللي سلمت سمعي وبصري وقوتي فلك الحمد يا ربي طالما عصيتك فسترتني فلك الحمد يا ربي طالما أعطيتني وقصرت في شكرك ولم تمنعني فلك الحمد يا ربي لك الحمد يا ربي أعطيتني وهديتني يا ربي لك الحمد يحمد الله تعالى على نعمه ويذكر ضعفه ومسكنته ثم يثني على ربه وأنت الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يبدأ أولا بالثناء ثم يذكر ضعفه المرتبة الأولى يثني على الله المرتبة الثانية يذكر ضعفه المرتبة الثالثة يذكر مسألته اشفي مريضي اقضي ديني ارزقني وظيفة اعطني كذا المرتبة الرابعة يختمها بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهذه ذكرها الله في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ثناء الحمد لله رب العالمين ثناء الرحمن الرحيم ثناء مالك يوم الدين ثناء ثم جاء العبد يذكر ضعفه وحاجته ويذكر عبودية إياك نعبد وإياك نستعين هذه مرتبة الثانية اللي هي أنا العبد الضعيف أنا العبد اللي أستعينك تأتي بعد ذلك مرتبة الثالثة اللي هي أعطني السؤال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الظالمين أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام يقول كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله قصة سليمان عليه السلام قال يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين لما أرسل إلى بلقيس بعدين بلقيس أرسلت إليه هدايا ورد الهدايا فقالت بلقيس أنا قادمة إليك خلاص لا ترسل جيشا أنا قادمة فسليمان عليه السلام يريد يأتي بعرشها عنده من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وفعلا جاء هذا الأخير جاء بالعرش يقول المفسرون لما تكلموا عن هذا من هو قالوا هو رجل صالح من قوم سليمان قام وصلى ودعا وبكى بين يدي الله فاستجاب الله دعاءه وجاء بالعرش شوف الانكسار النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر رفع يديه اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض اللهم نصرك الذي وعدتني حتى كان يقع رداءه من على كتفيه حتى أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبكي ويرفع الرداء ويقول يكفيك بعض مناشدتك ربك يعني يا رسول الله أنت تعبت خلاص اللي دعوت به يكفي إن شاء الله ربك بيستجيب يكفيك بعض مناشدتك ربك يا رسول الله ويرفع الرداء وهو يبكي وهذا اللي فعل عيسى عليه السلام قاموا صلى وانكسر ثم دعا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين فإذا بالجواب يأتي من رب العالمين فيه تأديب لمن سألوا الدين ما هو عبث ولا لعب يسألون الشيء أعطنا فإذا أعطيناهم طلبوا شيئا آخر وبدأوا يكثرون لا قال الله إني منزلها عليكم اللي طلبوه يا عيسى أبعطيهم إياه لكن في تحذير فمن يكفر بعد منكم أنتم الآن يبرئ الأكمة ولا تزالا تقولون وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا يا أخي يبرئ الأكمة ما صدقتوني ينفخ في الطير ويطير بين يديه وتقولون لا أعطنا مائدة حتى تطمئن قلوبنا يمسح على الميت ويقوم حي وتقولون لا 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 نبغى مائدة حتى تطمئن قلوبنا نعطيكم المائدة لكن فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم يقول ابن عباس أشد الناس عذابا آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والذين كذبوا بالمائدة اللي كذب من قومه قال الله وعذبه عذابا لا وعذبه أحدا من العالمين كما بيّن الله جل وعلا ذلك عن قوم صالح لما طلبوا الناقة أخبر الله تعالى صالح أنه بيطلع لهم الناقة انطلع لكم ناقة حامل في الشهر العاشر من صخرة الصماء وأنتم تشوفون الصخرة تطلع ناقة منها لكن إن كذبتم بهالآية وتعنتتم بعدها وتجبرتم وتكبرتم تشوفون العذاب فعلا لما كذبوا أتاهم العذاب بعد ثلاث ليالي مباشرة نبينا عليه الصلاة والسلام قالت له قريش تريدنا أن نؤمن بك قال نعم قالوا شق لنا القمر فدع الله تعالى وشق القمر قالوا لا لا هذا سحر هذا سحر أقرأ عليكم القرآن طيب وتحداكم تأتون بسورة مثله قالوا لا هذا أيضا كلام شعر وبلغ طيب شعر وبلغ أعطوني مثله قالوا لا 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 نحن عندنا نطلب نطلبه منك إذا عطيتنا إياه نؤمن بك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هو قالوا اقلب لنا صحاري مكة جنان وأنهار إذا عملت كذا خلاص نؤمن أنك صادق الآن ما أمنتم بقمر شق تؤمنون بأرض صارت خضرة يعني الشيء اللي أنتم متعودين ترونه يعني هم ربما قد رأوا في جاج مكة خضراء يوم من الأيام أصلا يكون المطر كثرة وصارت خضرة لكن القمر عمرهم ما رأوهم من شك ومع ذلك تكذبون بقمر وتصدقون بجنان فدعى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال الله تعالى له إني فاعل ذلك يعني كما ذكر بعضهم فسرين أنا أقلب لهم في جاج مكة أنهار ورياض وجينا لكن إن كفروا جاءهم من العذاب مثل ما جاء الأمم اللي قبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا ربي بل أستأني بهم أن عرف عليه الصلاة والسلام أنهم قد يكذبون فهنا لا يراد أن يفتح الباب للحواريين تنزل مائدة بعد أن يقولون ها لا والله ما أطمأنت قلوبنا كثير نبغى تنزل علينا حريات من السماء ها إذا نزلت الحريات ممكن نوم تنزل الحريات لا لا والله ما طيب ممكن تنزل الشجرة اللي أكل منها آدم نشوف هذا عبث هذا فأراد ربنا جل وعلا أن يعلمهم ويؤدبهم قال الله إني منزلها عليكم فمي إذا رأيتوها بأعينكم نازلت كده من السماء ها ونبيكم معكم وأنتم قلتم نريد تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا وتكون آية منك أعطنا يا عيسى هذا طيب نزل عليكم هذا فمي يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم فنزلت المائدة وهم يرونها بأعينهم تنزل من السماء وذكر المفسر فيها أعاجيب في عدد ما فيها من الأطعمة ولذة هذه الأطعمة وأنهم يأكلون منها وينبت مكان الطعام شيئا ذكروا أشياء كثيرة جدا لا حاجة للتفصيل فيها لكنها نزلت عليهم من السماء وقال بعض المفسرين إنهم قالوا ما دام إن كذبنا سيعذبنا الله عذابا لا يعذب واحدا من العالم خلاص ما نريدها يا عيسى فلم تنزل لكن الصحيحة أنها نزلت وأنها تعتبر آية من آيات المسيح عليه السلام وقصة هذه المائدة بالمناسبة لم تنزل في التوراة ولم تنزل في الإنجيل لم تنزل إلا فقط في القرآن فهم إن تحدث بها النصارى فهم إنما نقلوها من القرآن ثم ختم الله تعالى الآيات بعد ذلك بتحذير لأولئك الذين جاءوا من بعد الحواريين بسنين طويلة وقالوا عيسى ابن الله فقال الله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت لست ابن الإله أنت ابن مريم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي اتَّخِذُونِي وَأُمِّي يا إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ الله متى ظهر هذا المعتقد ظهر هذا المعتقد بعدما رفع الله تعالى عيسى عليه السلام بسنين وبالمناسبة أسهل شبهة أو أسهل معتقد يمكن ترد عليه يتعلق ب عقائد النصارى هو إدعاء أن عيسى عليه السلام ابن الله حاور من شئت من النصارى أنا عندي سبعة أسئلة العادة إذا جلست مع بعضهم أسأل هذه الأسئلة ولم أجد إلى اليوم أحدا يجيبني عليه احتمر كنت في مصر حرسها الله و ركبت سيارة وإذا فيه شخص في هذه السي كنت بذهب إلى المطار وكان فيه شخص يعني فتحدثت معه وإذا هو يعتبر يعني من رجالات النصارى فعنده معلومات يعني عن نصرانية فقلت له طيب أنا ممكن أتحاور معك قال نعم قلت أنا بأسألك بعض الأسئلة وهذه الأسئلة سألتها غيره حيانا أزور مثلا بعض الأماكن ويكون فيه أشخاص متخصصين في النصرانية وأطرحوها عليه قلت له طيب أنا أسألك سؤال أن تعتقد أن عيسى ابن الله صح قال آه أنا أعتقد أن عيسى ابن الله معناه أن الله يحب عنده أولاد ولذلك عنده ولد اسمه عيسى صح يقول لك نعم الله يحب يكون عندها أولاد ولذلك عنده ولد اسمه عيسى قلت له طيب مدام الله يحب يكون عندها أولاد لماذا الله لا عنده إلا ولد واحد مدام الله يحب الأولاد يكون عنده عشرة عشرين ثلاثين أربعين لماذا فقط ولد وقف مدام فكرة وجود الولد موجودة عند الله لماذا ولد واحد وقف لماذا لم يجاب عشرة خمسة عشر واحد قال ها هو يعني هو عاوز كده عاوز أن يسأل عنده ولده بس قل طيب لماذا ما صار عنده ولده بنت الواحد يسأل عنده ولده بنت يعني لماذا فقط ولده وقف قال يعني ما هذا اللي حصل طيب خذ السؤال الثاني قال نعم قلت أن تقول إن عيسى ابن الله وأن الله تعالى أنزله إلى الأرض ليصلب قال نعم يصلب حتى يطهرنا حتى يطهرك من من الرزيلة من الخطيئة قلت لا لا تأخذني بالعواطف جاوبني الله تدعي أن الله أنزل ولده الوحيد إلى الأرض ليصلب صح ولا لا قال نعم ليش يصلب ماذا فعل عيسى قال حتى يطهرنا من الخطيئة قلت خطيئة من قال خطيئة آدم قلت ممتاز يعني اللي عمل الخطيئة عيسى ولا آدم قال آدم قلت طيب يا أخي يصلب آدم ليش يصلب عيسى يعني آدم يسوي خطيئة ويصلب عيسى بداله يا أخي يصلب آدم قال لا ما هي هي ما شوف 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 يعني انت وخد بلك عيسى لأنه ابن الله ربنا قلت طيب أنا أسألك السؤال اللي بعد قال نعم قلت ليش تدعي أن عيسى صلب قال قلت لك حتى يطهر الخطيئة يطهرنا من الخطيئة قلت طيب يعني لا يوجد طريقة عند الله ولا وسيلة لتطهير العباد من الخطيئة إلا وسيلة واحدة أن الله يصلب ولده الوحيد كان ممكن طرق أخرى ممكن مثلا يقول لا تشربوا الماء البارد لأن عندكم خطيئة منعتكم الماء البارد عقوبة للخطيئة أبيكم ممكن لا تجلسوا في الظل ممكن لا تغطوا رؤوسكم في الشمس عقوبات معينة لأن أبانا عمل خطيئة يعني خطيئة آدم ما يكفرها إلا شيء واحد إن الله ينزل ولده الوحيد ويصلب حتى يكفر خطيئة آدم أجل لو آدم عمل خطيئتين كيف تكفر الخطيئة الثانية لو عمل ثلاث خطيئة لو لو حواء سوت خطيئتين ثلاث بعد يلا أمنا كيف تكفر الخطايا قال والله أنا مش عارف قلت طيب خذ اللي بعدها قال نعم قلت ما هي الخطيئة التي فعلها آدم هل قتل ملكا قال لا لا أعوذ بالله قلت هل جاء إلى شجرة وانتزعها من مكانها قال لا 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 قلت طيب هل مثلا يعني تلفظ بألفاظ لا تليق على رب العالمين قال لا 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 حاشاه قلت إيش الخطيئة قال يعني هي خطيئة صغيرة هو أكل ثمره من شجرة قلت طيب عادة تكون الكفارة متوافقة مع الخطأ الكفارة متوافقة مع الخطأ يعني أنت الآن لما ولدك فرضا تعطيه حل الواجب فيأتي إلى الورقة مثلا اللي أمرت يحلها أنت كتبت لك كلمات قلت يا ولدي اكتب مثلها وجاء وعمل عليها اكس كذا بالقلم أنت ستعاقب عقوبة معينة لكن لو جاء وشقق الكتاب كله ستكون عقوبة أكبر والكفارة لو قال لك خلاص اؤمرني بشيء ولا تعاقبني اؤمرني بشيء افعلك كنوع من الكفارة ستكون الكفارة أكبر كلما صار الخطأ أكثر قلت ما هي الخطأ الذي وقع من آدم قال أكل ثمرة من شجرة قلت وهذه الثمرة من شجرة لا يكفرها إلا أن ينزل الله ولده الوحيد ليصلب أجل لو آدم سوى أكبر ماذا سيفعل الله بنا قال أنا والله ما أدري قلت طيب خذ اللي بعده قال نعم قلت يعني هذا تذكرت نكتة ذكرها أحد الإخوة هذا في واحد يقولون شاب يعني غير ملتزم وعنده معاصي وعنده كذا فكان يسوق السيارة فصدم هره وماتت الهره يعني فذهب إلى إمام المسجد يسأله قال يا شيخ أنا كنت سوق السيارة وصدمت هره وقطه يعني أماتت إيش علي طب أنه ما عليه شيء يعني خاص إذا ما كان متعمد الإيذاء فالإمام رأى هذا الشاب يعني شكله مدبر ولا عمره رأى في المسجد قال لا لا يولدي لا 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 حول وقتل صدمت قطو قال نعم قال إنا لله وإني إليه راجعون لا حول وقتل هذا لا يكفرها إلا أنك تذهب إلى مكة وتجلس في الحرم أسبوع تتعبت وتصلي مع الناس وتحضر الدروس وتستغفر حتى الله يغفر بك هو يقصد أنك تبتعد عن أصحابك اللي هنا وتذهب الحرم يمكن تهتدي فالولد ركب يعني إلى الطريق وراح وجلس في الحرم في اليوم الثالث أو الرابع تعرف على الشاب وهو يتحدثون مع بعض فالشاب هذا الأبو أسبوع يسأل هذا قال له كم صار لك جالس في الحرم أنا صار لي الآن أربع أيام بقي لي ثلاث أيام أنت كم صار لك في الحرم قال أنا صار لي شهر قال أوه ليش أنت صادم فيل يظن أن كل اللي في الحرم هذاني يسوي الحوادث اللي صادم قطو قال ليش أنت صادم فيل فالعقوبة المفترض أنها تكون متوافقة مع مع الذنب يعني مع الخطأ اللي يحصل فقلت له ذلك فسكت قل طيب أعطي كله بعده قال نعم قلت الآن أن تدعي أن عيسى ابن الله وصلب قال نعم قلت حدثني كيف صلب قال صلب بطريقة مؤلمة قلت كيف قال أخذوه ربطوا وضربوا المسامير في في يديه وبعدين جاءوا مزقوا بعدين صبوا عليه الخل حتى يتعذب قل طيب هو ساكت قال لا كان يقول يا أبي أنقذني يا أبي أنقذني يا أبي قل طيب وأبوه كما تزعم كان يراه قال نعم قلت وسكت قال نعم قلت سبحان الله أنت الآن لو لو آخذ ولدك وأضربه ما تحملت كيف أب تصفونه بالرحيم والرحمن والقادر ثم يرى ولده وهو يستغيث به ولا يغيثه وهذا أيضا أذكر محاضرة للشيخ أحمد ديدات رحمه الله يقول إن كان مرة في مناظره مع شخص قسيس فالقسيس هذاك يقول لأحمد ديدات يقول لي يا أحمد أنت تزعم أن نبيكم له مقام عند ربه صح؟ قال نعم له مقام عند ربه قال فنبيكم لما بدأ ابنه الحسين عليه السلام حسين ابن فاطمة وهو سبط نبينا صلى الله عليه وسلم ابن بنته لما كان يعني في كربلا وبدأ يعني القتل عليه وعلى أصحابه وبدأ يستغيث ليش نبيكم ما استغاث برب حتى ينقذه؟ طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم في قبره أصلا يعني فهذا القسيس يقول لأحمد ديدات أن تزعم أن نبيكم له مقام كيف ابنه يعذب بهالطريقة ويقتل ولم يقول يا ربي أنقذ ولدي فقال له أحمد ديدات لا نبينا قال يا ربي أنقذ ولدي قالها مرارا لكن تدري ماذا قال الله له قال ماذا قال الله له فقال أحمد ديدات لما نبينا قال يا ربي أنقذ ولدي قال الله له يا محمد أنا ما استطعت أنقذ ولدي تريدني أنقذ ولدك كأنه يقول لأنتم تزعمون أن عيسى صلب وعذب والله تعالى لم ينقذه ثم تعترضون على غيره ثم قلت لهذا الرجل قل طيب أنت تزعم الآن أن عيسى إله قال نعم قلت طيب والله إله وعيسى إله صح؟ قال نعم قل طيب افرط يعني الإله دائما يفعل ما يشاء صفات الإله أنه يفعل ما يشاء لو كان ما يفعل ما يشاء ما صار إله يكون فيه رب فوقه معنى ذلك أن الإله يفعل ما يشاء قال نعم إله يفعل ما يشاء عيسى إله والأب إله قل طيب افرط أن الله اللي تزعمون أنه الأب قدر على فلان أنه يموت اليوم وعيسى لا يريده يموت اليوم يريده يموت بعد شهر عندها أولاد أو عليه ديون أو كذا عيسى يريده يموت بعد شهر الذي هو الإله الثاني والرب يريده أن يموت الآن وعيسى يقول لا ما يموت الآن من الذي يمشي كلامه تقول كلهم إله وكلهم يفعل ما يشاء من يمشي كلامه فقال الأب الرب قلت إذن عيسى ليس إله معنى أنه مربوب around في واحد يمشي الكلام وعيسى ما يقدر قال لا لا يمشي كلام عيسى قلت كيف يمشي كلام عيسى إذن الرب ليس إلها الأب قال لا لا يمشي كلامهم كلهم قلت لا يمكن أن يموت ولا يموت في نفس الوقت هذا جنب منهم تناقضات لا يمكن قال ما يمشيش كلام حد قلت كيف يعني يكون لا حي ولا ميت هذا يسميه العلماء دليل التمانع قل الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت وفي الآية الأخرى وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ كل واحد يريد أن يعلو على الآخر ولذلك إلى اليوم إلى نجيل الأربعة الموجودة لا يوجد نص صريح في واحدة منها أن عيسى قال أنا ابن الله لا يوجد أبدا ولذلك اليوم أيضا نحمد الله تعالى نسمع كثيرا عن قساوسة يدخلون في الإسلام أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هل سمعتم أن عالم من علماء المسلمين تحول نصرانيا؟ أو إمام مسجد والله تحول أعوذ بالله لم يقع هذا ولن يقع بإذن الله لكن نسمع مرارا أن قسيسا من القساوس تحول نصرانيا لأنه إذا تبين له الحق وصار عنده قوة على اتباع هذا الكلام اتبعه واهتدى وهنا يقول الله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أنت قلت لقل لهم إني نبي وأعبد الله هذا اللي قلته لا يمكن أقول أكثر من هذا إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني توفيتني ما هو عيسى ما مات كيف يقول توفيتني العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال قيل توفيتني عمري الأول أنت قدرت يا ربي أني أعيش ثلاث وثلاثين سنة وأرفع الثلاث وثلاثين سنة هذه انتهت ورفعت بعدها ما أدري ما حصل توفيتني عمري الأول وقيل توفيتني يعني نمت فعيسى عليه السلام قيل إنه رفع أن الله تعالى جعله ينام ثم رفعه ثم رفعه كما قال الله والنوم موت كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخ الموت ولذلك أهل الجنة ما ينامون هذا القول الآخر الثاني والقول الثالث فلما توفيتني عملي يعني عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ما عنده شرائع يعطيها الناس كان عيسى يقول الشريعة اللي أمرتني بها بلغتها وانتهيت ثم رفعتني أنت لكن أنا بنزل في آخر الزمان يا ربي لكن ما في شرائع أنا أنزل يعني أطبق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لذلك قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم شوف الأدب مع الله قال الله هذا يوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم إيش جزاؤهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير نسأل الله تعالى أن يجعلنا هدات مهتدين وأن يرزقنا وإياكم العلم بكتابه والتدبر في آياته اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته تجاوز عن سيئاته واجمعنا به يا رب العالمين في جنته اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم وكن لإخواننا وأهلنا في بلاد الشام اللهم أمن ديارهم اللهم أمن ديارهم واحقن دماءهم واجمع على الحق كلمتهم يا رب العالمين اللهم وأسبغ فضلك ونعمك عليهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وكن لأهلنا في بلاد العراق وفي بلاد مصر وفي اليمن وكل جنودنا في الحد الجنوبي يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في كل أرض من أرضك اللهم أسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة يا حيو يا قيوم اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم اجعل أولادنا بنا بارين ولأعيننا قارين اللهم ارزقهم صحبة الأخيار يا رب العالمين اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسترت له قضاء دينه ولا من يحتاج إلى وظيفتنا ومصر رزق إلا وسعت عليه يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط ليديني بالرحمة يا رب العالمين يأذى الجلال والإكرام صل اللهم وسلم على عبدك ورسولك ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته